هناك تفسير تفسير هناك تفسير تفسير و سبيني اشعر غير تفسير تربة نصيح جو عمري اللي رو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و لها صار سبق حتيك يا بم لاي برد طفي لها برد سعر مش تمبإعاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما يتعى فرمي الله جل جلاله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فرمي حرام أجمعين لدى خطوة اجمعين وطولة وصحبه وطولة وطولة بكتبه وطولة حرمي لما يتعى حرام أجمعين لطولة بكتبه الآن في الآية رأي الله صلى الله عليه وسلم قد نخلي مكبه وأطلب عمرك عندما تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول للمشركة النياسة الخرافة قد يقول للمشركة زكاة الدوري مكية قد يكون المسلمان ويقول للمشركة أو أن الشر ويقول لبناء قرية جميلة ويقول للمشركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لماذا يحرمه هو شرهته المانجي حرامة وبشرهاتها المانجي شرطها حرامة رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اشتبوا المانجي بابلين محرم ياخذ المانجي ذو القعدة بابلين محرم تأكيدنا محرم فالما اشتبوا بابلين شرطها حرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابلين عمره وانه رأينا لقدره ايضا باعته وبيعه 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 وانه جنج كما ترى جنج رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اولا نية ترى حرامة ايضا باعته وانه رأينا نخير ايضا باعته ايضا باعته ايضا باعته ايضا باعته وانه رأينا ايضا باعته 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم باعته ايضا باعته ترى الالله ايضا باعته ايضا باعته ايضا باعته ايضا باعته والطار لكي يقول انسان لو كان مال أو خوان أو موسى فكرة انسان ومسي يقول انسان فكرة الجسم يقولون بس فعلا خيب من كل مكان وقد تفرموه لدرسي بس وطريقة فرموه اجريكي هم مالان بره فكرة انسان يقولون بس فكرة اجريكي سيببا اجريكي فرموه اجريكي تذكره تذكره ايضاً تذكره تذكره نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي المستاباني إن لم يتوبا فعلى البادئ إثمهما تذكره شارجوين رودا لنا بيانا تذكره 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 على البادئ هذا ما يقوله نحن نفعل أخيك نحن نفعل أخيك تذكره أخيك أخيك نحن نفعله وعندما تذكره فهو تذكره ومعنى أنه مسلمان وفرمه المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلمين رأس تقينه المسلمين كمسلمانين يتبعون لدم ودستي ماذا يتبعون؟ كأمر وعذاب بالدم ودستي فهو تذكره فهو تذكره ما تذكره فهو تذكره فهو تذكره فهو تذكره ليس المسلمون بالطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذي فهو تذكره فهو تذكره فهو تذكره فهو تذكره فهو تذكره فهو تذكره او او خرابت بمنوته لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله جلال جلاله فينا خوشك انسان تنق برسكاته قصب برامبر برامبر ناشيرين بشكينته لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ما هي خرابت فهي قصب برامبره هذا ستراق فهو نعم ثم دي تفن المال نترك يترجم تفن المال او يقول يكون السياسي ساعدت شبه يترجم كما تخففه بداية حالتك مال ناموس بخلی حف العفا فأجره على الله تقام بقدام بشترا فكرة تحدثون بسبب هل سبب كثير من نظرين اهتمام ذلك السابق هل سبب الكثير من السبب السبب صبر سبب الان، حوالا دفعا انحتاج من جواب لاحقا فهم سبب الوقت فهم لاحقا مثلا مثلا انسان اشتغلت من جواب سبب الرجال، دوان، داد، صد فهذا فرمي واتقوا الله وعلموا ان الله مع المتقين تقوى الله بكين و بذن الله جلاله لغل كيه لغل متقيا كانا يا تقوى الله باس ما نفعل انسان كسنورة كان الله جلاله باراس وخي شائستي طربون سزايا الله نفعل جلاله الله جلاله بردوام هاو كاري ببشتیواني بب دوستي بب سرخري لغل يابي فلان بخواك السنورة كانو كخوش ها يستي سزايا الله جلاله تاواني انجام دا بقر تاوانا كاني وبقر هلو بقل كاني الله جلاله لا نصرته سرخوتنو خوش هستي كمكاتو فهاشا نفرمي قال عكرم عن ابن عباس والضحاق والسدي والسدي وقتادة ومقسم وربيع ابن أنز وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه سلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركين عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزو في الشهر الحرام إلا أن يغزا ويغزو ويغزو فإن حضره أقام حتى ينسليخ أفرمي دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انجي ذي القعدة لصالي ششمي كوتيه هجريه كو ترابره مكة بواعمر كردن مشركة كان ريان ليا قرد ديانشون لما انجي حراما دي و بوشي وروا كان مكة يودي عرب وشرهاتون كوتيه نابي بين الجورة وابو اوانيش رقريان كردن و أفرمي أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحي حديبي لقردن وصالي دهات و ترهاتوا عمركي كرع عمره قضاء وصالي عمره قضاء أفرمي كوري عبد الله فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجكاتي لما انجي حرام كان شريناك مغر شري لقره شريناك وغزوناك كمانجي حرام كراء وكانت تبرو كمانجي إعلاني شريناك وليهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قرشي جوابه رسول الله حرام كان لابد ازراجيناك وكان مشركين يساعدون مشركين أوساك ومال قيمها بطيانا زور زور يعني جوابه ورسول الله رسول الله حرام كراء وقالا كافر ومشركين يمسر ده مكوار يذكره سال دوانزي لا تكوشي لا تبره لا تكوشي سكافري واختا يشتاء آواب واخلاقي فالمولي هذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجر على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن لهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليه إلى كمال أربعين يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من جعرانة حيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام الثمان صلوات الله وسلامه عليه وكما تقول فلم يعتبر أن رسول الله سيلاق لحضي بيابه حوالي لأن إمام عثمان كانت تخصبها سبقا القريش أبيه داغل بن عمرب حوالي لأن إمام عثمان يكون بعد رسول الله صلوات الله وإن أبيعته لها ولكن أهمه إن أبيعته وقام بيابه وترى عثمان بن بسر وقد هزار وكان يتوقف ولجير شجرة الرضوانة بيعتها يتوقف أهمه وحوالي لأن إمام عثمان لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أنه قبول هذا الهوازن وحنين لأبوه دعاء فتح مكة طبعاً الرجل منطقي طائفه أهل طائفي لو كان هناك طائفه لذل قعد يابو محاصرين يتبقى بمنجانيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى مكة تحقن اكتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن أباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة فرمي لم آياتها الله جل جلاله فرمان كابا مسلمان تناندلق المشرك كافركان شاعدل وفرمي قرأي واشتيك تانكر دجئة وان بابقر تاوانكي خيان بزياتر نبي بعدها اشتي خرابيك برامبرتان كراوة خرابيكي هاوشيوي خويتينك زياتر وفرمي بن عباس فرمي يم آياتنا سخبوتوا بآياتي قتال كلمكة لمدينة دابازيو وقد رد هذا القول ابن جرير براما فرمي بن جرير الطبري ام قسعي رد كردوتوا بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية طبعا رد هذا القول ابن جرير لا يسح طبعا ابن جرير كابرا مفسراء أنا قسعي ابن عباس رد كردكاتاو داد يعني فيضيك كردوتاو وسانة من perspective سانة دكي هو صحيح نزاني و يا رد كردوتاو جا حدث هذا صحيح بكيى أريدة حدث supportive سعنت بالضعيف فإيضاد حدث مردود غاوم ان كظهر بكيى أريدة ما غمت بكيى حدث مقبول أم أثرش مادام سندكي صحيحني مقبولني أتواني مردودك طبعا ديال لا إمامي بن جريدي جواه سندكي بابلين مردوده إقنا لواني سندكي صحيح به بيا فرميتي بلكو آتخوي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم آتك لمدينة عوزيو لدواي عمري قضاء وعز ذلك إلى مجاهد وقد أطلق ها هنا الاعتداء على القصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن كالثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا أفرمي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أفرمي بس بي أويك قصاص طولك النواب بقدر شنبي بقرأتاواني برامبرك رأوكو شنو شاعر عمري كري كالثوم لجاهلية أفرمي هركس باب لين جنايات في كانت دجمان أي مش جنايات دجيكين ولا سلوه وإخوه يعني لجاهلية أفرمي لسلو زيات رغم بلام الله جل جلاله بمعتقد غيكر وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة فرمي كاليرجة فرمي تقواه الله بكن الله جل جلاله لقلطانا بهم بس يويا كفرمانا لسلتانيا وابا متقب أقر واجب أو الله جل جلاله لقلطانا بلا دنيا وقیامتا بس يويا بشتواني فاشا أنا فرمي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أما يتفرمان ببخشينك وأنفقوا في سبيل الله يتر أنفقوا تشيء عام لفظك عام هر تشيد بدا سويا لفناوي الله ببخش مالو سرود سامانا یا خود زانستو زانياريا یا خود حيزو توانايا و تواني هاوكاري كسبك كرسول الله صلى الله عليه وسلم بيك لصحابكان يفرمي تشاكه كاري اگر بمو بيكم كامه يفرمي توعينو صانعا كسي پيسي به هاوكاري تويشته باركا شته سرخا على پاله بسعرقم وابنه كوسا زور زور ببسكم بوتا يارمت يكيب أوه هربخشين بوتو كسي كسي پيسي به مالو يارمت يكيبه هربخشين بوتو كسي پيسي به زردخانيك كسي پيسي به دمو كسي پيسي به دل خوشكي كرسول الله صلى الله عليه وسلم بسعرقم سرور تدخيله على قلب مسلم دل خوشي بيكيبه دل خوشي بيكيبه دل مسلمانيكا اگنجاري كابره بكاري پيسي كسي بيكيبه وانا زور شئي بيكيبه بلا زور پيسي به دل خوشي بيكيبه وقسي لهم معلوسه رو تسامانه جاريوه ها باشترا و جاريوه ها براه پيسي به زانسته زانست شرعيكتو پيبلا اوه جهر بخشيه انفقو جمعه اوه بوت اکره لببخشي ببخش ببخشه لرويه خوشه حتى وكو سروت سامانه حتى وكو زانسته زانسته بلا همه اوه جن في سبيل الله لببناه الله جل جلاله ببخشن همه ببناه الله ببخشن نفسه 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 ببناه الله ببخشه نفسه ببخشه نفسه ببقه نفسه ومشه سروت سامانه عمه علمه و هموش بها جهاز نفسي خوته اگل ما يبخشه لشتهك بخشه و يدروي نفسي خوته بلانه تقول نفسي خوته و هل هموشتهك بخشه به اجل نكترين و يقول و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فرمي و خوتا بهلاك مبن و دست خوتا خوتا مكنا و يقول نفسي خوتا و هل تقول نفسي خوتا صحابك زور بطن دي هرشك برو كافر و مشركة صحابك يترون لقد ألقى بنفسه إلى التهلك لان اخوة خسته نارحته نأبوا اجل نفسي خوتا و هل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و هل تقول نفسي خوتا و هل تقول نفسي ف أرادت و لا تقول نفسي و مشتك تقول النفسي لن تطأ لحلقة و الأن تطأ طوال نفسي بخبريات و أحسن إن الله يحب المحسنين كارشان احسن و تحسن ولها مشتكشا إحسان روكاتها مشتك عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة حذيفي كريمان فرمي لنفقة تام آت داوز عن أسلم بن عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشر الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصاري نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشر الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيما نزلت فينا فنقيم فيها فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهد أفرمي أسلم كوري عمران أفرمي للشكري يزيدي كوري معاوية روشتين بو آزاد كردني قسطنطينية إسطنبولية أفرمي بأيدي أنصاري لغالماعنا رأس الأخوة بروريزي دجمنان هير شكرت بطنية عملية أفرمي خلقه يزيدي أفرمي بروريزي سننا ألقى بيدي إلى التهلكة بطنية عملية لغالماعنا بشن دا أبو آيوبي أنصاري لغاية طبعاً أبو آيوبي أنصاري جيهة تشد المرات في الأسرين فالسالة جيهة في الجهد لمدينة وكسطنطينية لغاية شهيات أخبرت ذلك من الغابة من يجن الزبط والصنصنية أين يجن؟ إذا كان محمد الفاتح فتحيك أوجه أبوائي جيدا وخيرا انتظري علاقا على أن تكون المهمة لديكم المهمة الضبط لنا ودروي لديكم المهمة ولل دعوة الطواصعات الخليفة من انا دعوة المهمة ومعني أعشافه فرمي أبو أيوبي أنصاري جاء للمقصة إيمة فرمي بابا أم آتاب إيمة إيمة صحابك أنبي غمر صلى الله عليه وسلم شارزاترين بالتفسير أم آتاب إيمة إيمة صلى الله عليه وسلم لهم جنجك بشجري ما انكرده سر من خصد وعيك سر كوتين ومسلمان زوربون وعيك ترئيما أركي خمان من بجيناه جهاد ما انكرده لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيك سر خصده وخلق زوربون ومسلمان زوربون يتسرون جهادك إيمة صلى الله عليه وسلم إيمة صلى الله عليه وسلم لهم سكاري خمانا دانيشين حقيقة سمانية ها يستكرده يعطيك بس بإيمة صلى الله عليه وسلم حقيقة سمانية أفرمي أم آتاب إيمة دابازي فنبدا سيخوطان خوطان برو لنا وبردن مبن أفرمي فكانت التهلوكة والإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد لنا وشونك تشيبو دانيشتن لنا وكسوكار مالو سروة سامانة وكشوار قلت لدنيا ووازنة لجهاد ماذا وقت الدنيا كشل يسن كالتهلوكة كامية أو كحال أمر مصلماني عن نبي إسحاق السبعي قال قال رجل لبراء بن عازب إن حملت على العدو إن حملت على العدو وحدي فاقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلوك فاقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلوك قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفق فاقتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 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 وخاصة صرف الأموال في القتال وفي قتال الأعداء وبتعبت موال صرف كي بواجي بواجنغان لبياناو ديني الله لا نابر ديني دجملاني الله جلاله وبذلها فيما يقوي به المسلمون على عدوهم صرف كي لبياناو اشتانيا كمسلمان بهيزك لبرانبار دجملكان والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه لزمه وعتاده وبيشمعنا لآياتك لنا وشون توشي أوك سابيك تشيك بهيلاك وشون توشي أوك سابيك إنفاقناك لبياناوي سرخ السنين مسلمانانا وهو كريم كان بمال ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين فرمي دواء الله جلاله كي عطف كردوا يعني لدواء أو كي باس كرد فرمان كردن بويك يما أهل إحسان بوي رحمي الله بمان قلته إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين بوي الله خوشي بوي فرمي أهل إحسان بوي كي برأسي الله جلاله محسنة كان يخوش بوي فرمي أتم الحج والعمرة لله فرمي أهل إحسان من المحسنين بوي الله جلاله أما تيمام شافعيك ببالغة فرمي أهل إحسان من المحسنة فرمي أهل إحسان من المحسنة وقال ترمي أها محسنة أها محسن تعالى محسن من المحسنة محسن من المحسنة وإحسان من المحسن محسن فإنه الطريق فikka هذا الطريق فجلد ان يخلق بقرانو بو سرحرام خواردنو قول برينو رفتارا ناشرين كانو نا بسندكاني باشو ولو يش فسوقوا رفثوا أبابتانتا نبيل لحاجة شمك وشهر كالي قريه لسرحج عمرة بطالي أكاتو فاشانا فرمي فإن أحصيرتم فمستيسرة من الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرة لأكاتكتشو بو عمرة محاصرة شيا ريقريك هبياني غليتوبتناو كعبو همو عالم او صلى الله نخوشي بناو كورونا همو محاصرة ريقريك هبياني غليتوبتناو اماناو بل اموية هجاني حراميان نبستبو ونزيكي مككبنو نيال داغليبن ايقنا هم حكمي قرطنو كيسا ليرا باسيكا او حكمي قرطنو كيسا ليرا باسيكا او كيو جابي اگر روشتنو ريقره بو محاصرة کرن او آجالي پيانا سلي ببرن و سلي خوشيان شاكبكن صالي دا هاتو بياناو حجاكبكن او حكمكي يتي اگر محاصرة هبو باشان افرمي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهديو محله يعني السرشاكما كان هتاوكو آجال كانتا سلي برا جا ليرا قصيك هي خويهاني ان شاء الله من ليرا باسيناك افرمي فمن كان منكم مريضا او به اذن من رأسه ففدية من صيام او صداقة او نسك اگر ايكي ليوانا خوشبو وااجالي دازنكو سلي برا وبرين بسريا وهبو ياخد كيش هيكي هابو لسريا كنيتواني سرشاك بكا اوابيكي بكا فدية بدا فدية كشية صيام برا جوبه صداقة ناني فقير بالابري روجوه كان نسك يعني صالدها هاتو بيتاو نسكا كيبكا عبادتا كيبكا فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي اگر احصار نبو ريقر نبو كبشيتانا ومكوا او اختها حاجة كيبكا كامل اتواني تمتع بكي حاجة عمرة هردو كيبكي تمتع اوية قيتا بيشو عمرة كتاكي باشان جلي احرام كدلا بيت تحلول صغراكي دوات اللي روج عارفة احرام كدلا بركيتو ارويبو عرفة اي ترمنا اسيكا كان حاجة كيتو او بوشيوا حاجة تمتع كردوا كعمرشي لقلابو بو بيوتري التمتع لبلو فترية تو احرامكت لا بي و اوية لسر حرام بو بوت حلال بي اواش تمتع بنازو نعمتكانو تلو بيش تو او بوعدة سلحة لقرتا قيراني شيه حاجة وجور اكترياتي تلو بيش تو اكترياتي و او افرادي شيه او بجيه او بجيه باشان افرمي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج حاجة اوه كنيتواني بابلين اجل صرب ببري ياخد نيتواني او حيواني كابيلة دوائي جمري عقب برد باران كردني عقب سري ببري او اختابتشيبك لبري اجلك رجو بغري ديسان فصيام ثلاثة ايام في الحج سياروجي لوابه والسبعتين اذا رجعتم حوتشيك قراءة والاتكيخوي تلك عشرة كاملة اوددان الرجي كاملة بلان ما بوكي ذلك لمن لم يكن اهل محاضر المسجد الحرام بوانيكا ماليا لماكني ماليا لجيقائي كترا بلان ما بو ماليا لماكيه هردكي لكيو يقري هرد روجكي لماكيه طبنا احكامي حاجة وزعاب نظري قرصة باسيكي بو خلق وشكة تيناغا تانره خود بيكي خود شوي كردي انجا ليتييكي كباسة كريبود واتقوا الله وعلموا ان الله شديد العقاب واتقواي الله بكن جل جلاله ومزان الله جل جلاله سزاي زور بايشي هيا باشا نفرمي لما ذكر تعالى احكام الصيام وعطف بذكرها الجهاد شرع في بيان مناسكي في بيان المناسكي فأمر بإتمام الحج والعمرة فلن دعا الله جل جلاله حكم كاني كي باسكر روجي باسكر انجا حكم كاني جهادي باسكر انجا هاتسر حكمي جي حجو عمرا باشا نفرمي وظاهر السياق اكمال افعالهما بعد الشروع فيهما كافرمي اتمو افرمي كردار كاني حج همي طوابك دواء ويكان يتهيني داغل حجبي ولهذا قال بعده فإن احصرتم عن الوصول الى البيت ومنعتم من اتمامها ولهذا اتفق العلماء وعلى ان الشروع في الحج والعمرة ملزم اتفق العلماء فإن احصرتم وضع إقوان الليكري يعني قام ببيت اتفق وضع صفاء ومروب وضع طفاء وضع اعرفات وضع سبق اتفق عمل الليكري وانه أن نهج داغل في منذ ان ليس في الحجب انه يتم بالدركة وحجبه ومكت فإن ان تصرف ملزم والضعه إلا بك سواء قيل بوجوب العمرتي أو باستحبابي جاء فرمي أقر عمره شبابه همانشي جاء لسرعي أو أنا شيك أو تويان عمره فرزه أو أنا شيك فرمي أنا سنة كما هما قولان للعلماء تشون قصي أم مسالي عمره آية فرزة يا سنة دو قصيتي إن شاء الله فرز إن شاء الله سنة وقد ذكرنا هما بدلائلهما في كتابنا الأحكام المستقصى ولله الحمد والمن نديسا حوالي شوية كردين أو كتابي كديار فرمي لكتابك إخوة مانا كتابي أحكام كنوسيو مانا باسي أماما بدل درجي كردو بزوتمان أو كتابة بنينية قطعيك بشكوالي ليد وزرعاته عن علي قال في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس فرمي تفسيري ما يتوى أتم الحج والعمرة لله ما بس بأهل مكية كلا مالكاني خوانة أني حرام ببس وياخد أواني دروة كلا ميقات إحرام بس وقال مكحول إتمامها إن شاؤهما جميعا من الميقات فرمية طواويتي حج بريتيالويلا ميقات وبجواني همو مناسك كاني أنجام بدي وقال هشيم عن ابن عون سمعت قاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتمامة فقيل له فالعمرة في المحرم فقال كانوا يرونها تامة ليست بتامة فقيل له فالعمرة في المحرم فقال كانوا يرونها تامة فرمية قاسم كري محمد فرمية عمرة لما كان حجة عمريك تامية وقال طواو طواو نية لأنه لماذا يرونها تامة لأنه لماذا كانت عمريك تامة فقط عمريك بريتي لما كانت محرمة بريتي فرمية عمريك طواو طواو وكذا روية عن قتاد بن دعامة رحمه الله لإمام قتاد شعب همانشي وقير رعاته وهذا القول فيه نظر مالا فرمية قسية سرنجلة سرنجلة لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر فرمية ثابت بوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أردنا عمريك تامة كلها في ذي القعدة في ذي القعدة هل كيف أردنا عمريك تامة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة سد وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرة التي مع حجته أحرم بهما جميعا يعني معا في ذي القعدة سنة عشر عمريه كم يعني كفردوح في ذي قاتي صلحي حديبية هل كيف أردنا عمري دي القعدة عمريه صالدوه أو عمريه قضاء أبوه هل كيف أردنا عمريه الرسولة أو يعني كيف أردنا بكير مستيلة وفي ذي القرضة وعمري كتايش لحجي ملاويا كردو يتي لقال حاجة كيهر لمانجي ذي القعدة يا بوا ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمره كنا كردو لدو هجرته أو تشوارداني نبي ولكن قال تلك المرأة عمرة ولكن قال لتلك المرأة عمرة في رمضان تعديل حجة معي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفرته أفرمه عمره كردو رمضان وحجة كردو لدو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا هو حاجة؟ وحاجة شبكا هاتو نبي حاجة بو حاجة حاجة ركنيك اللي ركنيكاني إسلام نيوش غورت ريالو يا او نيوش اليوم خالقناتخي بقولي نيوش فلا نيوش فلا دروس ليه تلك ما وبناه عبادتك تفيده غير حاجة وحاجة فلا تلك بعنو عبادتك تفيده إنه ريالي في ريالي في رعيالي ماذا ريالي، اذا كنت اسم تحدي محمى رسول الله لان هذا هو الوقت ابو بكر و عمار و عثمان و عليخ تسوى و عمرا نالا زمانية أحضر ولو باب يتسوى و احضر شكرا ما سيكون تذكير والأبراه و الجسد سوله و النار وقال لها حاجة ادتاك فلان هو تذكير وقال لها ما تفعله؟ هو تذكير وقال لها تجري رسر وقال لها حاجة ، الله وقال لها حاجة وعمرة لها حاجة وظلامة واب مشرقه لا يوجد شرعا ما درسل نحن سألت لباب تذكير وقال زمان الرحة لعرفة كل شخص جمعاني بسر و اتواز التمنية بسر و حاجة فلان حاجة فلان جارة و هذا ما نقرده اما عرفه و زباني راهاته بابا تكتره بلا ما قرأت تزكيبه بلا بلا دل نيابه سوداكينه بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمره فرمه ماذا فرمته؟ حاجة بچوك لا رجع فرمه و اكو حاجة لك لخومه بلا ما اخوى اخوى نوات حاجة اخوى روجي و رقنا كان الاسلامه جميعا خلقنا بهم جميعا اخواتي فلان بحاجة فلان بحاجة فلان نابي هنا حكام يشارعين اما هنا كان الاسلاما عباداتا الاسلام بدين يبافيته بالتزكيبه ناو ناو بانك وما ذاك الا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه ابن كثير تعليلي امق سيد رسول الله صلى الله سلم بوافرته فرمه فرموه يا عمريك لرمضان وكم حاجة مقبولة فترمان قالتو لكي بي ي absent كيف حجبك رسول الله سلسلما فاعتاقت عن ذلك بسبب الظاهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص صعيد بن جبيد على أنه من خصائصها والله أعلم وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أقيم الحج والعمرة وقال علي بن أبي طالح عن ابن عباس في قوله أتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بالحج والعمرة فليس له أن يحل أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت وطاف بالصفى والمروى فقد حل وقال قتاد عن زرارة عن ابن عباس لأنه قال الحج عرف والعمرة الطواف أفرمي وأتم الحج والعمرة لله لذلك لذلك لأن صحابة إمام علي وابن عباس فرموه أنه يحرام بحج والعمرة لله والطواف وفرمي فرموشي فرموشي بحج وعي اعتبارك خلق يعني تحج طواه الدام وفرمي ابن عباس فرموه أنه فرموشي حج عرفه يعني أنه عرفة حجة بنينية فرموشي عمرة طوافة وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن القمة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وقال سفيان عن أعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة النوقرة وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وكذا روى الثوري أيضا عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة والعمرة لله وقال ليست بواجبة وروي عنه خلاف ذلك وقد ولدت حديث كثير من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فرميه لصحابه فرميه فرميه أم آياته ما فقط بيتيه تم الحج والعمرة إلى البيت بو مال الله ولا بل الله جل جلاله أبو شعبه فرميه مقصي زوري لزانا فرميه ولا أنسو لزوري كتلا صحابكان وقراتوك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيك إحرام حج وعمرة شي كردوه ليك كاتا الحج معلوائية وفرموشيتي عمرات داغلي حجب وتعروجي قيامة إنسانة وانهردوك بيكوبك كشيني وقولي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكاملها وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنا وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فكذلك قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين وكانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنا وكانوا ألفا وأربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم وقيل بل كانوا على طرف الحرم وكانوا على طرف الحرم وكانوا على طرف الحرم وكانوا على طرف الحرم وكانوا للبرى وكانوا على طرف الحرم وكانوا هذا كان لديهم لأنه منزلهم وكانوا في بدنا أبو الله جلاله والسوري فتحي كاملا لسروا بابتا دابزان كفرمي إن شاء الله هرشنا بيت وسريشتان شاككا وحاجل اشترى برنو حاجو عمرجا كفرمي أبو أمر ينبكرا كأجل كان ينسر برنو سريعا بلان صحابكا ناينك تشعرون كآيات دابزان نسخي وحكمة بكاته وحربي بشنا بيته لان حزيانك الهربي بشنا بيته بلان آيات دابزان من خلوات المشخصور كانت Shh نايني من خلوات الملاذ حسنان فتحيك عرب ماację فتحي العرب من خلوات المشخصور انتبه لأنه يليس لكي يظهر سيرنا ما صحUA؟ امه السلام يقول اسمه التصالح كيف تكون السر بالبرو وتبدأ منه الذي جعل بالبروب رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بالبروب و يقوم بالبروب بالبروب انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان دعوته كان بذلك يقول له قال لنتبه قربانيا. حفتا وشتريان فيه ابو أن جزال وشعر صد قسبونهم من سر برئو ولا بحرام يعنشانه أو ابو صالة هاتنا. ما هو حرام يشكأنه يكون نوجوه. بإعادة نوجوه بكية. يعني نوجوه بكية. ماذا بكية؟ بكية السلام بيته. إذا لم يرحل السلام بيته أو سر بركية أو حجة أجار لكية السر برئ. وسر شاك. أو التحلل لكية. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت تحريمه التكبير وتحليله التسليم وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت زبير بنت عبد المطلب فقالت يا رسول الله أنني أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشطرتي أن محلي حيث حبستني فرميه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعيك زبير كري عبد المطلب أو فرميه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباع خاتون منما يبرم حجبكم بلام آزارم فرميه برو حجة كتبك لك يا بكتكو لك يا بكتكو لك يا حجة كتب عبد المطلب دعا ما زرها فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة اشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد الصحة ولله الحمد يعني تواني بلاي خواهي جان من مبنيتي حجة كو مريه بلاي مرج موية بتواني بيكا فرميه امرأي زوري قلزانيانا بتعبت شافعي رحمتي خواهي ليبيه اوانيك لسر روي اون وقوله فما استيسر من الهدي قال الإمام مالك عن جعفر ابن محمد عن عبيه عن علي بن عبي الطالب انه كان يقول فما استيسر من الهدي الشات وقال ابن عباس على هدي من الأزواج الثمانية من الإبلي والبقري والمع عن زي والضأن هدي هموية قريتو مشترة قريتو مانقاء قريتو ومارة قريتو بزنيجة قريتو وقال الثوري عن حبيب عن سعيد ابن جبيل جعوان همين يروميش ياني وقال الثوري عن حبيب عن سعيد ابن جبيل عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شات وكذا قال عطاء مجاهد وطاوز وابو العالية ومحمد بن علي ابن الحسين وعبد الرحمن ابن قاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتاد وضحاق ومقاتل ابن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة وقال الثوري عن حبيب عن عائشة وابن عمر أنه ما كان لا يراني ما استيسر من الهدي إلا من الإبلي والبقر وقال الثوري عن عائشة وابن عمر راجعوازيان قال الله وصحابانه وزانا يعنيت الفرموية إلا بي واشتربي عقابة سربا بري وقرباني بوحوتكاس بالمراكش أبيتك شيني وابكش أبيتك شنكي ابن عباس زفر ميهردك يا بيه ولا نيرو ميهردك شان أبيتك يا شيني قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنهم لم ينقل عن أحد فإنهم لن ينقل لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلول لذلك أشهد وإنما ذبحوا الإبل والبقر وفي الصحيحين عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشترك في الإبل والبقر كل سبعة دين منا في بقر أفرمي لو أتي مذهبك يا عيشة خاتون بن عمر لسرودة الرواستابك لصلح حديبيا وأن قرباني كان ينبز مروا ما نقابوا يأخذ قابوا أفرمي بواقسي عن كردو أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابري كري عبد الله جاريته أفرماني بيا كردين فقد إن بحرمي بكل شريك إلى شريك إلى وشتريك إلى زين وقال عبد الرزاق يعني يعني بحرمي بكل عائلة داخلية به حرمي بكل خيزان داخلية به لا يوجد في التوادي الثواب يحمي بكل خيزانك به أفرمي وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته بقدر يسارته يعني أوي كابوي أجنجي مر بذنبه، يأخذ وشتر به والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من أجزاء ذبح الشاد يعني يساً سألكن هنده كان الله إلا بذنبه وشتره قابه هنده كان الله هاته شعر يبه هاته شعر يبه مر وزنجابه كان ما نوالين صاحبا عائشة خاتونة ابن عمره بسبب فعلي صحابة في ملايك يقول صاحبا يقول ملايك يبه سيكون هاته مثلا يقول ملايك يبه سوف يقول بس أنتهاء قرآن وآسنط وآسحابة اذا كان يأتي ملايك يشترا عنهم قد يشتروا بأن يجب أن يجب ستكون هل يجب أن يجب السيارة؟ هل هذا ليس نجب السر المخصر نجب ستكون السر المخصر جيدا و لكن المخصر جيدا يجب سيارة أقول لكم سر المخصر سيارة الأبرياء اذا يجب أحصار ايقا ايقا هم ثيمت هل فرمين حتى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله كما تقول المسائل لحديثة عائشة عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو رسول الله مره وقوله تعالى وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُم حتّى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله واتم الحج والعمرة لله ليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جريد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديوية لما حصرهم كفار قريج عند الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر أفرمي أم آياتا كافرمي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله ابن الجريل تبري شيء يريد أن أظهر حصر كله أو لو كانت لديك حصر كله إذا أجلا كانت أسر برد لن تكون وداعني في حالتك لأمن وحالتك لأمنا بي أتواني عطفي كييتو سرتي واتم الحج والعمرة تل الله يعني الحج والعمراتك بكامل توجيه سربريني آجالك لجيه خويا وفرمي لا صحيحين فرمو ديك من هيك حفصي خيزاني بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بوتي خلقي حلو من العمرة اوان عمرين كردو سري خويا يانشاكردو اي ترشاورين روجي عارف بيتو حاجة كش يمكن وقاله فمن كان مينكم مريضنا به أذن من رأسه ففديد من صيام وصداقة عطاق اوان عمرين كردو فيها قامل لجيه خويا يانشاورين روجي عارف بيتو حاجة كش يمكن وقاله فمان كان مريضنا به أذن من رأسه ففديد من صيام وصداقة أو نسك عن عبد الرحمن بن ابن الأصبهاني سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد كفة فسألته عن فدية من الصيام فقال عملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شات قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكن لكل مسكين نصف صاع من الطعام وحلق رأسك فنزلت فيها خاصة وهي لكم عاما لبعض آياتك أفرمي هركز توشي نخوشيك وآزاريك بواوات واني كيف يبدأ لحجة أقر مناسك كان يبينك رأت واني فيد يبدأ أفرمي أن برسيارم لكعب يكري عجرة كرهاولي بيغامريخوان صلى الله عليه وسلم لبعض آياتك أفرمي أم آياتك لسر مندى بظيو نهضر التسلم من الداخل و الحجما الغواية في صورة دستة يeten暑 aí على صحابي eden نfern فرمي يقولون أنه عندما نتواني مناسيك كانت ترك موته انجامي بدأ سي رج براجوبة يأخذ شاش فقير تير بكه هل يكيان نيو ساعة خواردني باري نيو ساعة دومشته دومش خواردني باري انجا دواء وسرد شاكو كيشدني باشا نفرموهم آتب ومن دابطي بلام دواتر بوهمو مسلمان لكعرائر كسلاوين خوشكو اتوانا فدية بدأ ان شاء الله حاجة قدروا السبع عن ابن عباس في قوله فدية من صيام او صدقة او نسك قال اذا كان او فأيه اخذت اجزاء عنك افرمي ما دام افرمي ففدية من صيام او صدقة او نسك ما دام همي او اوي بوهناوا تهركا ميكان بكي دروستا رجوكا اقري ياخد خواردنكادي ياخد اجرلكا سربري قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس وحسن وحميد العرج وابراهيم النخعي والضحق نحو ذلك افرمي وراي او سانا يا نشاء قلت وهو مذهب الائمة الاربعة وعمة العلماء اوراي هرتشوار امامكيو طواوي ساناني اسلام انه مخير في هذا المقام انشاء صام وانشاء تصدق بفرق فرمي اتر اكبيتا سارخوي اقر ويستي روجو اقري فيدي انا اقر ويستي فيدي ادا وهو ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وانشاء ذب حشاتا وتصدق بها على الفقراء اقر خوار نكاشي ندا اجل سارب ريو قوشتك يداب فقيرا كان اي ذلك فعل اجزائه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرقصة جاء بالاسهل فالاسهل فدية من صيام او صدق او نسك افرمي جاء لفظكي قرآن امتسر سليه يناو روجو او اسانتر اقربو بكري اقر روجونا صدق خوار نكا بدي بشاش فقير هل يكي دومشت اقرجنا اجل سارب ريو قوشتكي ببخشيته ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابني عجرة بذلك ارشده الى الافضل فالافضل فرمي وكا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني بكعب كري عجرة كرد رينموني كرب وباشترين حالتكاني انسك شاتا او اطعم ستة مساكن او صم ثلاثة ايام فرمي مارك ساربرا قرنا تو شج مسكين شش فقير خوار دنيا البريا قرنا سر رجب الرجوبة هرهمي افرمي طوا وقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمرة اولا فلما فرغ منهما احرم بالحج وهذا هو المتمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الصحة فان من الروات من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق هديا وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فليثبح ما قدر عليه من الهدي واقله شات وله ان يثبح البقر لان رسول الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقار افرمي ليرك افرمي اقر هيجنخوشيك تيانتو جنبو ويجريك يجنبو انجامتان داع حجو عمركتان بكاملي او اختيتر او اجليك بيتانا وسانا بدستانو ارجي قدر trasون البرنبو وأطايد من ال опасعة وكما انجامح somebody اطلاح اعطان ان احرام باست حج عمرك قام باستops اخت باستāう عمركتان dewائي حج ργργمرض انجام حجو عمركتان احتى حجو عمركتان�에서 بت Ansمس buscandoおもora لذلك ساعت интерamerكار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان تهيجنخ فوق Andy حسنا ہم صحنا افراد اقرار يعرف الناس انجام baseballبك من هذا الاستمرار و هذا شيء يسمع على كل شيء إذا ارتع طبيعاتということ لكسبة احرامه وفهم قد يزيز الى مهم عن الشيء من أجل وهو نعم إذا امه أُخي يجنعي أبي هريرة أن رسول الله ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات رواه ابو بكر ابن مردوية وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء طبعا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتك خلقي حج عمراء يترهر همي بالتمتعيك إمام عمر مدتك ممنوعيك وكي ممنوعيك في يزنك هميهر بحج عمراء بالتمتع بك كاك هندكتان بقيران بك نهندكتان بإفراد بك شونا بهميهروا بك ويؤدو جوريتر انقراضناك هرب مني وكسرناك قدغيك إمراني كوري حسين فرمي إماء ما انكرت لسردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو أخوش إهارا ما انكرتا سردمي إمام عمر هاو مدت يقم منوعي كرب رامدوي ريب يدايه قال البخاري يقال إنه عمر فرمي إمامي بخاري فرميت يو كسيكا ريقريا كي قردو إمامي عمر بو وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا بأن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إننا نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام يعني قوله أتم الحج والعمرة وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنهما عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به فرمي هاتوا لروايتي تراك إمامي عمر خوية فرمي فرمي من ناهي المبوشيه بكتاب الله كاركين الله جلال جلاله فرميه عمره تام بكتاب حاجه تاميش بكتاب دمجان ما كان هموتان بكتابه يعني إلا أفضل هو مرنبه مفضول هو باشترا شكرا لك خريبو أفضل كي وازلي هنا بيا فرمي ماويك قد غيكر بؤوي سردان كراني بيت زورببن وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يقول تعالى فمن لم يجد هدية فمن لم يجد هدية فليصوم ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم العرفة في العشر قاله عطاء أو من من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجوز صيامها مع أول شوال قاله طاوس ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي الصيام يوم عرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس وحكم ولحسن وحماد بن إبراهيم وابو جعفر الباقر وربيع ومقاتل بن حيان وقوله سبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن يبي رباح والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم من بسيء إذا فرمه في الطريق І طاوتocus انه لأي أو لأي أو لأي وفقنا بأن تكون لغاية منها المتحدث ، على الحال الواضح بشكل نباك ، وفقنا بإضافة جيدة ، ، ومثلان الضوء التي حصلت ، وفقنا بأن تكون لغاية عن أسرة ، ويدنا قمت بأسرة ، ابن عباس فرمو کہ لغاية تصنع أو أنه لا يمكنك وارسلى يومه ، أمه ، وفقنا بأسرة ، وفقنا من نجل الثواء ، وفقنا بأن نجل الثواء ، ومعاية ووارسة ، وأشهل كان لغاية من حال عن سالم إن سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجع إلى أهله ابن عمر يواب وكفقرت وناو كسكاري يعني لولاتك إخوي جاء فرمي وقسي سعيدي كري جبير وابو العالي ومجاهد وعطاو إكرمو حسن وقتادو الزهري وربيع كري أنسا ولا أبو جعفر وكمابستبي بن جليد طبرية أيش جرات وفرمية إجماع إلى سالة قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي منذ الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرمه حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفى والمرة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي وذكر تمام الحديث فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي حجي بتمتعك الحجة الوداء هذا دكان وعمره حج وعمره حج فرمي وآجلكي لقال خي بردبو الذي الحليفة حتى يكون دواء ويكا لكي يعرفت جمري عقبي أنجام انجام دواء وآجلكي سربري فرمي هركس يلاقي وكما أنت ما تعيكره وكيشينية وكما أنت ما تعيخو يكرده آجلكي ببالك المنابيك انجام فرمي فرمي ويكا لكيشه يؤونه وعنان ونعمره حجي ببالك الحرام باك تتتبع عرفات من وقيران وقت هنا وقيران لتحق ونعمره عرفات وهاد ومتبع وإنجام ونعمره ونعمره ويدرس ومتبع ودرس ونعمره ويشه وفي وقو وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وقال ولا تخطه بيمينك وقال ووعدنا موثى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أرمعين ليلة وقيل معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جريد وقيل معناه كاملة أي مجزئة عن الهدي أفرمي ليرك أفرمي تلك عشرة كاملة والتوكيدة بوئك دراجك طواوك أفرمي أنه كاملة ما بزويه بيك إيتر لبري أجلك أكيوك وأجلك إليه سهر بريبه وقصي حسني بصري أفرمي أفرمي أنه أهرب التوكيدة وكتون ولا طائر يطير بجناحيه يجب أن يطير بجناحيه ولا تخطه بيمينك نجح البداسكري وأفرمي موساش سير وجبالين من دراجبان بخصصة ببعاربعين وقوله ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام قال ابن جليل واختلف أهل التأويل في منعنا بقوله لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معينون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم فرميتي تمتعه في منعنا بسكة ما لي جميعهم ممكن به وفرميتي نانية ضنقة جميعهم سير وجبك أهل مكة المسجد الحرم وتعمل أهل حرمه لم يكن في تأكده حرمو أن معنا به يستطيع الأخوة كان ابن طاوس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة فرميتي طاوس بابكم كتبه بن عباس من لم يكن أهله من الحرم وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم وقال وبلغني عن ابن عباس مثل قولي طاوس وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيد أفرمي وتفسيري وآتي بوشي وكردوا أولا مكة بينيا تمتع بك وقال ابن جوريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم قال عرف هندي كان فرمي أنا هركسي لنا ويميقاتا به يتروا تمتع بونيا وقال ابن جوريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم قال عرف ومر وعرنه ورجيع وضجنان أو جيقان أو بين جيقان عرفوا ومروا عرنه ورجيج وضجنان هرهم إلى شعر دوري مكة أوانا وكوا أوالنا ومكة بن إحرامي اللجيق وانو تمتعيان بونيا وبيانجر صربرا وقال عبد الرزاق حدثنا معمر سمعت الزهرية يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع هركس يقول روجر ريج دور به أما قسيك يقسي إمامي زهرية أواتواني تمتع بك روجر ريج لما كوا دور به وفي رواية عنه يوم أو يومين روجر ياخد دوروش وفرمي بن جريد أويها البجاردو ومذهب إمامي شافعية كا بس أهلي حرم أقريتوا مسافيك بي كيتر لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا أقر مسافك كم بي كابرا سفريتيا كيتروا با أهلي مكدا عن ري با مسافر دان عن ري بويا أو بوينيا بوشي وبكا كدروا بويا أنهيت تمتع بكا وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم وعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجاب تقوى الله بكا وبزن الله جل جلاله سزأي تنضب وهركس لأيوك أمر كان يشكيانيو وعوي قد غيكر دوا أنجام يدا وكوة أي آية تكابو إن شاء الله آمد بن بانيوشبكين والحمد لله رب العالمين